من صفات العبد أن يكون مفتقراً إلى ربي وهي من صفات بني الإنسان يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد هذا الفقر هو فقر جبلي ليس آنياً الإنسان من طبيعته ولد مفتقراً إلى ربي مفتقراً إلى عونه مفتقراً إلى تسديده مفتقراً إلى رزقه مفتقراً إلى توفيقه مفتقراً إلى حبه مفتقراً إلى أن يجعله في مراتب الكمال ومراتب الإحسان ولا يخفى عليكم أخي الكريم أن هذا الدين هو إسلام وإيمان وإحسان وأن الإحسان هو أعلى هذه المراتب وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا في الحديث الصحيح حديث جبريل عليه السلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك استحضار المراقبة الذاتية للخالق جل جلاله في كل آن وفي كل وقت استحضار يحجزك عن اقتراف الرذائل ويحملك على إتيان الفضائل هو العلاقة التي تحدثنا عنها